عمد في ايه تاني غريب زي الموضوع دلوقتي انت بتقول دلوقتي ان بالنسبة للحوادث اللي بتحصل احنا اكبر دولة في العالم فيها حوادث سياحية تالينا بعدين بستين في المية كانت تايلند وبعدين بعدين الفلبين لكن تعالي هن هو انت عندك لوحات ارشادية ده احنا في مرة رايحين طلعين من الوحات البحرية رايحين سيوا انا انا كنت معايا مجموعة ومعايا خمس عربيات جيب ما او زبتوبة سفاري بقى وجيب في اين عربية دخلت ليبيا الجيش المصري خير وجنود الارض هم اللي راحوا جابوه جابوه راحونه على سيوا بعد كده مفيش لوحات ارشادية ولا اي حاجة في السياح دي نمرة واحد نمرة اتنين اللي احنا بتتكلم عن البنية بتحتها من ضمنها الطرق زي ما بدت اسبانيا وعملت 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 نمرة تلاتة بقى معلش ما انت بتتكلم عن ايه بقى الوعي السياحي اه دي قضية لابد ان هي تدرس في المدارس في الجامعات في كل الدنيا واحد مادة كده ينجح ويسقط فيه الوعي السياحي دي عايزة كننهض بقى اضافة لتلات حاجات دول انت عندك السواء السواء يا بيه يعني انت مشغلوا السواء اه دعم يعني يطلع من هنا ينزل هنا والشركة ونتصل بيه ويطلع والنب جاي من شرم الشيخ يطلع على الغرداء ومن الغرداء ينزل على عشان عنده رحلة بكرة الصبح الفاجر يطلع ابو سيمبل وهكذا 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 فيه حاجات كتير عوائق كتير اهمها في الموضوع كله انا عايزة رايح السواء وقديله واحد بديل البديل اللي بقولك انا بديله واحد بديل وفيه سواء بديل وفيه سواء بديل اللي هو بيطلع في ابو سيمبل لان ابو سيم مسافات طويلة من ضمن مسافات الطويلة 288 راحة 288 جاي ده بيروح ويجيبه واحد مع القهوة كده اقولك انت سواء ويقعد معه وله عمرو شاف السواء والترحى خالص الحاجة التالتة كمان ان احنا اذا بصين قضية الوعي السياح لوحاته ارشادات مفيش 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 معظم الحاجات السياحية مفيهاش ايه يعني المعبد طريقي كذا بقي على المعبد كذا اللي خش يمين خش شمال واماكن كتيرة جدا خاصة في المناطق النائية يعني مثلا صرابية الخادم في سياح والله هتا لو حد حب يروح هيتوه مش هيروحه خالص وتب بدل رحلة تتقلب وحاجات كتيرة جدا 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 فيه مناطق وعرة وفيه حاجات كتيرة وعوائق كتيرة موجودة اضافة لانه لانه انا احنا اتكلمنا فيها دي هو فيه موضوع لازم يضاف كمان فاضح بقول لستاذ محمد عنده وعي بيه تماما اللي هو الخرطية او الناس اللي بيحققوا مصالح بشكل مبتزل في المناطق السياحية الموجودة عندنا دي مشكلة رهيبة قائمة يجب ان نتصدى ليها بوعي وإدراك جامد او موجودة في كل مكان في مصر في كل مكان له قيمة سياحية عالية موجودين بشكل كبير انتعرفت وعيفة الخرطية يعني؟ لا ما انا عادي السر حالا كنت عايز انقعها اسزل ازاي اوه هو ده من ضمن عواقر ايش تاني؟ الخرطية الخرطية او الخرطية او الخرطية ايه الخرطي ده اللي هو زي البقاءة الجائلون كده ايوه اللي ببا يمسان السايح هو احيان بيبتزوا السياحين واحنا بياخدوا السياحين لأماكن مغمولة وبتاع عارفينهم وشايفينهم وحافظينهم تقريبا لكن ده طب ايه؟ يعني عائق على السياحة كمجملا تمام دلوقتي في الظرف زي ما حضرك قلت سوز مجدي ان احنا في وقت محتاجين ان احنا بس نعدي الكم شهر الجايين دول املا في ان احنا ان شاء الله يبقى في عندنا استقرار امني واختصادا وعشان السياحة ترجع تاني فاحنا بنقول بنشجع السياحة الداخلية حضرتكم بتعملوا ايه بالزبط؟ والله السياحة الداخلية يعني قائمة موجودة بس مفهومها مش واصل لنا الصح بمعنى بمعنى ان فيه سياحة داخلية سياحة داخلية وقائمة وعددها كبير جدا السياحة زي ما قولنا مثلا السياحة الدينية اللي بتعصف المصر سياحة الموالد والانتقال للسادي البداء والانتقال ما هدي سياحة نوع من السياحة السياحة الشاطئية اللي عندنا موجودة في مصر كام بنا ادم بيتجه من كل محافظات مصر الى اسكندرية في فصل الصيف الى الساحل الشمالي كام بنا ادم بيروحوا الغرداء يعني زي ما احنا موجودين فترة اعادة يعني مش عارف مش عاوز اقول انا تحدى ان واحد يلاقي قوضة دلوقتي في شرب الشيخ او في الغرداء او في العين السخنة او يشوف الاسعار لو حتى لا شكلها ايه ده معناها ايه ان توافد رهيب مصري من المصريين للسياحة الداخلية السياحة الشتوية كام طلبت المدارس والجامعات والبنوك والمؤسسات النايل كروز اللي هو الرحلات النيلية ما بين اسوانه اللقصر والعكس قد ايه مصريين بيروح السياحة الداخلية قائمة وموجودة تفعيل ده ان احنا لازم يكون فيه وساطة او وسيط موجود وهو الاعلام ان هو يشرح للناس يعني ايه السياحة الداخلية ايه ما فهمها ايه نحل المشكلة ما بين اصحاب الفنادق وما بين المواطن المصري صاحب الفندق خايف من المواطن المصري والمصريين ما عندهمش قناعة او ثقافة الا ان الفندق الخمس نجوم هو عشان السياحة لكن لو قل عن كده لا ما بقى السياحة ثقافة مخالفة جدا لثقافات العالم الغربي تعالوا شوفوا هناك مفيش حد بحاجة بيدور على فندق خمس نجوم هناك واربع نجوم كله بيدور على الفنادق الفنادق اللي تتناسب مع الدقول بتاعه ثلاث نجوم ونجمتين مش هيرفع مش هيرفع مش هيرفع مستوىهم إلا مغالية اه مش هيرفع مستوى الفنادق هذه إلا إلا إذا كان فيه وعي وثقافة مغيرة للشعب المصري يعني عاوز اقول لحبادك انا مثال بضربه في كل وقت الانتقال مثلا من هنا للأسكندرية شوف القطر اللي موجود من القطار اللي موجود من هنا لسكندرية حاجة في مستوى عالي يعني طبعا مش مستوى رهيب ولكن معقول لكن شوف مثلا قطار تاني بيروح لمدينة من السياحية لا يمكن يتركب لا يمكن ده معناه ايه معناه ان احنا كل مزاد قيمة اه حركة على والانتقال على خط معين لانها منطقة سياحية لان منطقة جاذبة بيحصل تقدم وانتعاش بيحصل ارتقاء بمستوى الخدمات اللي موجودة وبيحصل اهتمام واهتمام اهتمام من الدولة نفسها اهتمام من الدولة نفسها اه انا وقت انتهى والمخرج بيقول لي انا عايزة اتفضل انا عايزة كنت عايزة اسألك في حالة السياحة الداخلية هل المشيدين السياحين بيبقى ليهم دور اه سريعا المشيدين السياحين لهم دور في كل حاجة ومحدش حاسس بيهم فضل انه في السياحة الداخلية ديت المفروض الفنادق برضو تخفض الاسعار شوية لان بحسبونا انت لما تيجي تروح انت وعائلتك لشرم الشيخ بتدفع اكتر من السياح ما بتدفع الحاجة التانية كمان صحيح الاجنبي اه صحيح الاجنبي اللي موجود جنبيه بيجي تلات تلاتات او خمس خمسات خمس تلات خمس تلات خمسمية خمس وخمسين يورو وعنده نايلكروز وعنده في شرم الشيخ انت بتدفع اكتر منه الحاجة التانية كمان ان انت طالما بتديله انت كمواطن مصر بتديله الدسكرة وهيئة الاسعار قامت بدورها بصراحة باتنين جنيه السياح بستين جنيه برضه عمام المرشيين السياحين عرضنا وعرضنا وما زلت بقول ان احنا كمرشيين السياحين مستعدين مجانا ان احنا الرافق المواطنين المصريين في الاماكن السياحية والاسرية مجانا ليهم دي خدمة مننا للمواطنين المصريين بس المشكلة عندنا السياحة الداخلية لا فيه اعلام واذا كان فيه اعلام ما فيش تنشيط واذا كان فيه تشير معلشي محترامي اللي حضر النقطة بتاعت التنشيط اللي أني كمان أصحاب الفنادي بتروح بتلاقي السعر مغير جدا والسعر كبير جدا بالنسبة لأجنابي اللي ساكن جنبيه كلها قاد جنبيه فول بورد وهو الأخره أنت بتدفع الأكثر الأقل أمريكا بجلال تأدرها معتمد على السياحة الداخلية مش السياحة الوابطة من عندهم مش عارفهم 570 مليار دولار مش عارفهم 750 مليار العدد منهم بتقول دي حضرتك دي بتوبة إيه دي منها سياحة الداخلية من الولاية نعم احنا بنعتمد على السياحة الداخلية في وقت العزمات لا دي توبة على طول الكابيسيتي أنا عندي في الفندو بتاعي في سبعين غرفة أو 270 غرفة 25% منهم وخصوصين المصريين مش هستنى بس في وقت المواسم والأجازات ونص السنة لا دي طوال السنة على طول المرشدين السياحين قاموا وبقوم بدورهم سواء كده أو كده تجاه ننفسهم وتجاه وطنهم وتجاه الصالح العام أستاذ مجد سليم رئيس قطاع السياحة الداخلية بهية تنشيط السياحة والأستاذ محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين ورئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب شكرا جزيلا لحضراتكم وأكيد ان احنا محتاجين مثلا يعني حلقتين 3-4 عشان نقعد نتكلم في السياحة أكتر وأكتر وتفاصيل السياحة نورتونا وكل سنة وحضراتكم طيبين شكرا جزيلا مشاهديننا سفروا واستمتعوا وروحوا واعملوا سياحة داخلية في كل حتة في مصر مصر تستاهل انك انت تروح تزور كل حتة ما شفتهاش نهاركو سعيد